بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو بإجاز شديد نحن نسنا أمام دولة نحن نسنا أمام منظومة عدالة نحن نزل اليوم الأول نزل اليوم الأول لهذه الأحداث منذ اللحظة لنا للإنقلاب العسكري شاهدنا بما لا أقطع مجال للشكة وقدمنا الأدلة أن منظومة العدالة في المسهل رائبة جيابا كليا الأزمة الحقيقية هي أن منظومة العدالة تقدم سفاء لمن ينتهج القانون لمن يستبيح الدماء لمن يدوس حقوق الإنسان بنعالي الدبابات لمن ينتهج كل قيمة من القيم التي حرصت كل المواثيق والدساتير والقوانين والأعراف والنظم القانونية المتمدينة على أن تحطيها أو أن تكفرها أو أن تكفرها لمواطنيها وإن ذلك الأزمة الحقيقية وإن كان مخرب القط فيها الجانب العسكري الإنقلابي سواء في السلطة العسكرية بشكل مماشر أو في أدواتها كالداخلية أو منظومة البلطية التي تدرهم منظومة العسكرية بمعرفة الوزاعة الداخلية لكن الحلقة الأكثر ضعفاً والأكثر طهروراً هي منظومة العدالة هي منظومة للمفترض أن تتصل الحقوق وأن تقيم منظومة القيم في المجتمع وأن تحفظها هذه المنظومة التي قدمت السطارة والجتاءة والحماية لكل من يرتكب الجريمة وهذا ما حصرنا منه منظومة لحظة الأولى إذ بدأ واضحاً من وضوح الشمس منذ البدايات قبل 30 يونيو منذ 24 و 21 و 6 حينما تم اقتحام المؤتمرات السياسية لحزب الحرية والعدالة في جسور وفي كفر الشيخ وفي البحيرة وفي الإسكندرية وفي الزخازير وفي المنصور وفي غيرها وتم إطلاق الرصاص الحية على المهدرون السياسيون في المنطمر السياسي لحزب سياسي ثم بعد ذلك اقتحام المساجد ثم بعد ذلك اقتحام مؤسسات المنظمات المجتمع الأهلي وارتكاب القتل الممنهج على المطاق الواسع ومن يرتكب الجريمة في مأمان تام من المحاسبة فالمشكلة والعضلة والحلقة الأضعف في كل ما نعانيه وكل ما هو أمامنا هي منظومة العدالة لا يوجد منظومة عدالة في نصر وبالتاني لا يمكن لحر ولا يمكن لإنسان ولا يمكن لصاحب حق أن يطمئنا لأن الحق سينزل في منزله أو أن الحروق ستحمى أو أن الدماء ستعصم أو أن جريمة الإبادة الجماعية المنظمة الممنهجة التي ترتكب كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة وليست واقعة من قتلوا أمس وهم تحت يد السلطة الانقلابية أو ما يسمى تجاوزاً بسلطة العدالة سواء كانت النيابة العامة أو غيرها قتلوا جميعاً قتلوا وقدمت مباررات متناقضة تشهد بحدثتها على الجريمة الكريمة التي ترتكبت هؤلاء لم يكونوا مسلحين على إطلاق هؤلاء لم يكونوا مرتكبين جريمة على إطلاق هؤلاء كانوا محتجزون كانوا محبسون بقرامة ما يسمى بالنيابة العامة 15 يوماً وهم مؤتقلون بغير سند من القانون ولا فادي من المشروعية منذ سبعة أيام سابقة على وكاعة قتلهم وهذا خرقه القانوني الآخر جميعهم مؤتقلون موزيوم الأربعاء الدامي الأسود الذي زهقت فيه الأرواح بالآلاف في رابعة العدوية وفي النهضة وكل يوم قيد الاحتجاز منذ هذه اللحظة وصدر قارات أمس بحبسهم وجرى قتلهم وتصفيتهم جميعاً من يرتكب هذه التصفية بهذا الدم البارد وبهذا الفجر وبهذه الجرعة على النحو الذي لا تقدم عليه الحيوانات لا تقدم عليه الكواسر لا تقدم عليه أشرص الحيوانات في الغابات لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدم عليه إلا هو محمي حماية كاملة مما يسمى منظومة العدالة في المجتمع ولذلك القضية اليوم هي قضية وحار العالم هي قضية الإنسانية جمعاء هي قضية كل من ينتصف لحق أو حرية هي قضية ما يسمى بالعدالة الدولية أو العدالة الجنائية أو منظومة القيم الإنسانية في هذا العالم كله وبالتالي لابد من تشكيل لجان تحقيق محايدة ليست من مصر على الإطلاع لا يوجد في مصر مطلقاً ما يضمن لأن تحقيقاً عادلاً محايداً من الممكن أن يصل إلى الدليل أو أن يشف الدليل أو أن يقدم مرتكب هذه الجرائم وهم بحماية كاملة مما يفع على تاجه وعلى غراته اسم العدالة هم حماة المجرمين هم مقدم الستار أو الغلالة المشروعية الزعيفة لكل ما يتكب من جرائم بشكل ممنهج وبالتالي لا توجد منظومة عدالة في مصر لا على مستوى التحقيق ولا على مستوى البحث والتحر ولا على مستوى جمع الدليل ولا على مستوى المحاكمة ولا على أي مستوى من المستويات ذلك أن المعنيين في القانون والدسطور الذي يديس والذي يعطي بجارة الدبابة هم من يستمرون انتهاك القانون وانتهاك الحقوق وانتهاك الحريات واستباحة الدماء بشكل ممنهج المقترد المنتظر بدأ بما أشرت إليه واستمر في الحرس الجمهوري واحد والحرس الجمهوري التين والمهضة ورضعة والمنصة وامسيس وآس وما بين ذاكا وذاكا هناك حالة عبادة جمعية لفصيل من الناس ذو فكر سياسي معين وذو موقف مبدئي معين منتصر للشرعية متمسكا بدستور الشعب الذي أقره بملء إرادته متمسكا بخمس فعليات انتخابية ديونقراطية شهد العالم كله شهد العالم كله بنزارتها وحيدتها وصحة نتائها هذه إرادة الشعبية التي ظهرت في إطار قانوني المعتبط لا يمكن بالي من الحر أن يسوق الورج عليها تحت أي مبارر وبلا أي مقتضع وبالتالي كل من ينتصر لهذه المنظومة الشرعية منظومة ديمقراطية منظومة التعبير المعتبر قانوني ودستورا في كل الأعراف القانونية في سائر الحضارات القانونية المتمدينة في العالم كل من ينتصر لهذه المنظومة يستهدف كأحد أهداف جريمة الهيبادة الجماعية التي تترفس كل لحظة من أجل تصفيته جسديا وسلبه حق الحياة اليوم الموطن الانتهاك ليس حق من الحقوق المتهمة في أن يحضر معه محامي أو لا يحضر أو أن توفى له ضمانات التحقير أو ضمانات سلامة الدليل وبراءته من الشائرة أو ما يكفل له الاتصال مباشر بمحاميه أو غير ذلك من الحقوق التي تنظمها قوانين الإجراءات الجنائية التي تنتصر للحريات وتعصم الحرية الفردية وتحمي كرامة الإنسان ليس كل هذا هو موطن الانتهاك إنما موطن الانتهاك الأساسي هو الحق في الحياة الحق في الحياة لكل من يعارض لانقلاب العسكار الحق في الحياة لكل من يتمسك بمنظومة القواعد الديمقراطية الصحيحة لنظام ديمقراطي جاء بعد صورة عظيمة قدم فيها الشهداء وقدمت فيها تضحيات الشعب وبالتالي هي جريمة إبادة جماعية هي جريمة ضد الإنسانية ما يسمى بمنظومة العدالة المحلية ليست عاديزة عجزا مطلقا على أن توفر أضنى الضمانات لحماية مفادات هذه المنظومة ومنظومات المحاكمة العدلة وتحقيق الدليل والبحث والتحري وجمع الأدلة وتحقيق المجرع وتحقيق الجرائر وتقديم مرتكبها للعدالة وإنسان العقاب القانوني المناسب له بعد ضمان محاكمة العدلة له ليس كل ذلك هذه المنظومة ذاتها هي التي تقدم الزفارة وتقدم الدعم وتقدم الأمن الكامل لمن يقترف هذه الجريمة على مستوى التخطيط وعلى مستوى التنفيذ وعلى مستوى الأمر هذه المنظومة أصبحت جزءا أصيلا من الموجر المرتكب الجريمة أصبحت حلقة من حلقات اعتكام جريمة الإبادة الجماعية ضد هذا الشعب وبالتالي لا مناص كل دعوة وكل أمن وكل بحث وكل سعي في سبيل إنقاذ دليل أو تحقيق دليل أو حفظ دليل أو تقديم دليل لهيئة عدالة محلية في أي حلقة من حلقتها هو محاربة طوحين الرياح هي محاولة محكوم عليها بالفشل اتداء هي محاولة عبسا تذهب أدراج الرياح لا حل ولا مخرجة أمام الإنسان لكي يحفظ عن نفسه حق الحياة حق البقاء حيا إلا أن تأتي من خلال منظومة العدالة الإنسانية لجلال تحقيق مستقلة تشكل من لجال من جهات من منظمات من منظمات من هيئات ذات اعتبار مرنصر وانضمى لكثير من مواثيق بعضها لكل أحكام مفاق روما تنطبق على ما نحن فيه ومجازا كل أحكام الاتفاقيات الأربعة اتفاقيات جريف الأربعة تحدث عن المدنيين والسلميين في حالة الحروم نحن لسنا في حالة حرب بين دولة ودولة لكن في حالة حرب حقيقية بين نظام انقلابي عسكري يشن الحرب بلا هوادة على الإنسان ونطبق الإنسان الإنسان الذي يتمسك بحقه الذي يتمسك بحقه في الحياة الذي يتمسك بكرامته الذي يتمسك بحقه في أن يحكم وأن يكون الشعب مصدر السلطات وأن يكون الشعب صاحب السيادة وأن تحفظ إرادة الشعب التي تتجلى وتتبدى وتنبسك من إطار قانوني من ضمن ارتضاء الشعب من إرادته وضعوا في منظومته الدستورية والآمنية لا في هذا الهرار الذي يتشدق الكاذبون المخادعون المضللون ويسنونه إرادة الشعب وهو كذب لكي يسر الجريمة الأساسية التي عقدت في ضمائرهم والتي اتتمعت عليها إراداتهم وكانت مع صدق الإسرائيل والترصد لكي يعملوا القتلى والقتلى الممنهج والقتلى المنتظر والقتلى المستمر والقتلى المطارد في كل من يتمسك بحق الحياة حق الكرامة الإنسانية حق الشعب هذا الشعب أن يكون حورا أن يكون لهذا الشعب ديمقراطية تضمن له أن يكون مصدر السيادة وصاحب السلطات وصاحب السيادة وأن يختار ضميل إرادته وأن يحترم الكل هذا الاختيار وهذه الإرادة وما قاله عبدالفتاح الزيسي أمس من أن شعفا له أن يكون آمينا على إرادة الشعب وليس شعفا له أن يحكم مصد هذا هو دلالة السقوط الرئيسية من الذي عينه موصيا على الشعب من الذي اختاره آمينا على إرادة الشعب الشعوب هي الأمينة على إرادتها والشعوب الحرة هي التي تحمي ديمقراطيتها ذلك أن الشعوب مصدر السلطات وليس بحال من الأحوال أحد أفرع السلطة التنفيذية هي الأمينة على إرادة الشعوب هذا الذي يقوله هي وصاية على إرادة الشعب هي سلسلة لإرادة الشعب هي قول فرعون في القديم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أكتفي بهذه الإشارات المجملة حول كل ما جرى وعندنا الكثير الكثير وأقل هذا الكثير هو ما يمرس الآن في هذه اللحظات وهذه السعادات من امتناع مصلحة ضب الشعب من إصدار تقارير طبية شرعية لمن قتل بالأمس تصف الحالة وتجري تقرير صفة تشريحية يحددنا بالجسس من إصابات والجسس كلها تم حقها الجسس المتفحمة لكي تخفى أدلة الجريمة وتخفى دلالات الجريمة في من وقعت عليهم الجريمة جريمة القتل وهم بيد السلطة الانقلابية وهم تحت يد السلطة الانقلابية وتحت تصرفها قتلوهم جميعا وحقوا جسسهم ويرفضون الآن أن يسلموا جسسهم إلى زويهم إلا أن يوقع زويهم أنهم ماتوا جميعا مختنقين أو متحرين ورفض الناس ورفضوا استلام الجسس والجسس على حالها وباقية ما لم تتحرك لدن التحقيق دولية مستقلة بتوفيق هذه الأدلة الآن لكي ترغض في حينه على جهة حالة يطمئن إليها الضمير الإنساني ويطمئن إليها الضمير المصري غير ما يسمى بمنظومة العدالة القائمة الآن في مصر والتي تقدم الغطاء كل الغطاء لمن يرتكب الجريمة لأنه لو لم يغطى قدم هذا الغطاء من النحذ الأولى منذ أن يرتكب القتل ومنهلم في دسوق في 21 ستة لما توالت مسلسلات القتل اليومي لما توالت مسلسلات القتل بهذا النطاق الوازع لما توالت مسلسلات القتل بهذا النطاق العرير الذي أصبح يشمل كل شعب المصري اليوم شكرا